رسالة قولس الرسول الى تيموثاوس تلميذ تيموثاوس الاولى واللي صاح الثالث عدد ثمانية بيقول له كذلك يجب ان يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين غير ملعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح ولهم سر الايمان بضمير طاهر وانما هؤلاء ايضا ليختبروا اولا ثم يتشمسوا ان كانوا بلا لهم العبارة اللي بين السطور دي اللي هي عدد تسعة يقول له ولهم سر الايمان بضمير طاهر ولهم سر الايمان بضمير طاهر العبارة دي عبارة مفتاحية كبيرة وخطيرة جدا لتأسيس الفهم للحياة المسيحية ايه اللي بيخلي ان فيه خادم لما تعد تتكلم معاه او تتعامل معاه تشعر ان له سر الايمان وفيه خادم ما تشعرش انه ليه سر الايمان وتقول يعني يا ترى ايه 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 اللي مفرق الاتنين من بعض ايه اللي مفرق هذا من ذاك يمكن يكونوا الاتنين تلامزة في فصل خدمة واحد وتلامزة في الكنيسة واحد ولهم اب روحي واحد بيسمعوا نفس الوعظ ونفس التعليم ولكن في واحد تشعر انه فيه سر الايمان ولما يتكلم ولما يوعظ تشعر ان الكلمة اللي بينطقها فيها سر الايمان وفيها طعم ومذاق الروح القدس حينما الخدم التالي تلاقيه بيقول كلام كلام وكلام من غير ما تشعر بهذا السر يعني التعبيرات كتير اتقالت يقولك عنده مسحة يقولك مملوء من الروح القدس حاجة كتير انا بقى عايزة اقول انه فيه حاجة اسمها سر الايمان وده اللي عايزة اشرحه النهار فيه حاجة اسمها سر الايمان واللي بيفرق خادم عن عن اخر انه يكون تعلم يعني ايه الايمان ومش بس اتعلم واتدرب على القواعد الايمانية واتدرب على القدم ولكن لم يقتني هذا السر يعني ايه بقى السر هذا الاختبار العميق اللي في النفس هذه العلاقة السرية الشخصية جدا اللي فيها جانب عميق وخفي في النفس بينه بين الله يبقى لو حبيت بقى اعرف ايه هو سر الايمان حقول انه العلاقة اللي بينه بين المسيح لم لم تدخل الى هذه النقطة العميقة الخصوصية اوي العلاقة اللي هي سر في النفس بينهم خلاص خلاص يمكن الوقت انا لما قلت كده رديت وقلت ايوة انا نفسي في الحكاية دي طب قول لي بقى اعمل ايه عشان اوصل لخصوصية هذه العلاقة اللي تعمل اختبار لسر الايمان احنا كما تعلمنا ان الشركة والعلاقة بين الله والانسان في العهد الجديد بتبتدي من الكلمة 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 في العهد الجديد المسيح للمجد الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة تبقى كلمة الله تبقى كلمة المسيح الي بتحمل الروح القدس روح وحياة المسيح اللي يفرق ان الكلمة دي محملة بحياة الله ومحملة بروح المسيح عن ان نفس الكلمات نفس الكلمات ولكن ها لا تحمل لا تحمل الروح القدس ولا حياة الله اللي بيفرق ايه اللي بينطق الروح الوقت يبقى فيه اجيال جديدة من المبشرين والوعاظ والخدام اه اتعلموا الوعظ 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 بيقول ايه بيقول ايات من انجيل كلام الله وتعلموا انهم يحضروا الايات من الفارس ويجيبوا ايات ويقول لك انا بقول كلام كله كلام ربنا كله كلام الانجيل وهو بيقول كلام كلام الانجيل ولكن نط الكلام وهو خارج من فمه ما بينقلش الحضور بتاع الروح القدس وما بينقلش حياة المسيح والخدم التاني بيقول نفس الكلام ونفس العبارات ما هو كله بينقل الانجيل بس هو بيقولها الكلام وهو خارج بيحمل فيض الحياة اللي في المسيح وبينقل الروح القدس البعض يقول اه اصلا هو عنده اختبار قلبي طب والتاني ما عندوش اختبار قلبي ليه تعالي اسأل التاني انت عندك ايمان انا عندي ايمان انت تبت اه انا تبت انت عملت يعني عملت طب ليه التاني ما ما عندوش اختبار قلبي هو ما عندوش اختبار قلبي هو ما عندوش سر الايمان سر الايمان ده اتعامل ازاي شكله ايه قلنا ان النفس بتخلص اولا بواسطة الكلمة يعني ايه بتخلص بواسطة الكلمة يعني لما انا سمعت الكلمة اللي اللي فيها صوت المسيح صوته المحي وصيته المحيية لما سمعت وانا بسمع الكلام صار له سلطان على نفسي وانا قبلته وخضعت له وسلمت نفسي له اهو اهو كلمة بتقول امن اهو نفس الكلمة اللي انت بتقولها والتاني بقولها في الوعظ لما سمعتها قبلتها خضعت ليها سلمت نفسي ليها لإيه بقى لفعل الايمان تاني تاني بيقول بيقول آمن بقردت خضعت سلمت نفسي الاخضعت نفسي ليه الامر اللي بيقول آمن ده معايا شكرا بدخل من الباب اهو اهو دخلة مختلفة عن الدخلة التانية بدخل من الباب خضوع وطاع وتسليم لكلمة الامر آمن حركة حركة الخضوع والطاع والتسليم بتسلمني قوة الحياة وروح القدس اللي تكلم بتحمله شفت الدخلة بقى شكلها ايه نروح للدخلة التانية انه بيقول لي آمن فانا موافق اقتناعت انه آمن وقبلت انه آمن فآمنت فرق من الاتنين ان الحركة التانية مش غلط انا اقتناعت صرنا نقنع الناس الايمان اقناع وانا اقتناعت انا ما عملتش حاجة غلط ده انا عملت حاجة صح اقتناعت الفرق بين الاتنين اننا لما اقتنعت الفكرة الايمانية قناعتها دخلت الى عقلي وده كويس او وحلو او وجميل او اتأولاني بعد ما اقتنع الفكرة الفكرة الايمانية اللي اقتنع بيها حركة الخضوع والطاع والتسليم نقلت نقلت الاوة الروحية اللي الكلمة محملة بيها اللي اللي دخلت الى عقل دي نقلت الاوة الروحية اللي عليها الى قلبي الى روحي كلا كلا الشخصين بدأ من النقطة الصحيحة اللي اسمها الاقتنع صح حقك حقكت اقتنع والايمان ما هواش ضد العقل لا ده الايمان قناع على العقل اقناع على العقل والفرق بين الشخصين اللي انا بشبه بهم دلوقتي ان احدهما واستقرت الامور عنده عند حد الاقتناع والتصديق والتاني عبر الى مرحلة بعد الاقتناع والتصديق اللي اسمها الخضوع للكلمة وطاعة الكلمة والتسليم لها او هنا بقى حركة الخضوع والطاعة والتسليم دي هي اللي بتعمل نقطة الالتحام ونقطة الاتحاد بين روحي والقوة اللي جاية من الروح القدس اللي الكلمة بتحملها فالقوة الروحية اللي اللي الروح القدس جاي بيها علي بتنساب داخل روحي وايضا الى قلب الطاعة بتبتدي بقى تنشئ علاقة الحب ايوة اهو القناعة التي اصبحت ايمانا اتطورت الى مرحلة اخرى بالطاعة اللي هي بقت الحب يقول انا عايز احب المسيح وانا عملت كل حاجة قلت عليها بس انا مش عارف احبه احبه ازاي قديم يجاوب ادك اهو كده باختصار دخلتك في صلب الموضوع الحاجة اللي هتنشئ علاقة الحب هي تحول القناعة الزهنية الايمانية العميقة كل المعاني الكويسة دي الى علاقة الحب الحاجة اللي هتنقلها وتحولها هي فعل الطاعة والتسليم ومن هنا بقى من 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 التحول من من قناعة و و وخطوات وتنفيذ و و و الى حب اهو الروح قدس دخل اهو الى روحي ثم الحب دا جي منين اهو دخل اهو اخترق روحي اهو العلامة ها ان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس مفتاح التحويل من العقل والايمان الى سر الايمان والحب هو الطاعة والتسليم يسمو دا بقى الاختبار يسموه ايمان اختباري يسموه اللي يحب يسموه بس انا عشان احول التعليم بنعمة المسيح الى مفهومات عملية محددة ديني فكت الجمل اهو وحطتها قدامك بالشكل دا فانت هتقدر تكتشف سر القوة والسر الضعف في حياتك وهتك وهتكتشف المفتاح الذي يؤدي الى علاقة الحب ويحول الايمان الى اختبار الحب من عدمه ان انت هتلاقي هتلاقي الاوقات اللي فيها كنت حريص على تتميم الطاعة هي الاوقات اللي ولد هذا الحب فيك ولو قاتل اللي فيها يعني قلت واحد بيحبك اش قوي مديني بطاوع عهو يعني هعمل ايه من عطرفت بخطيتي وقلت له سامحني يا رب وهو سامح يعني المرأة خطيعة عمالتي مش قلت له سامحني وقلت سامحني واقنعت نفسك انك انت عملت كل الخطوات ولم تدقق مع نفسك في تتميم سر الطاعة هي دي المرات اللي عملت في حياتك المسيحية السطحية المسيحية الضعيفة اللي انت بتعاني منها